شهد مركز شباب مساكن عثمان بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة حفلة تطوير منطقة مساكن عثمان الذي دشنه التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية ويهدف الحفل لتعزيز سبل التدريب والتأهيل للشباب والفتيات في مركز شباب عثمان بمدينة السادس من أكتوبر ودعمهم على خلق وظائف وفرص عمل جديدة تنفيذاً للتوجيهات القيادة السياسية برعاية المواطنين والمناطق الأولى برعاية شهد مركز شباب مساكن عثمان بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة حفلة تطوير منطقة مساكن عثمان الذي دشنه التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية انطلاقة لمركز شباب مساكن عثمان وهي الأولى بالرعاية من أجل تنمية الإنسان تنمية الإنسان بكل الفسيفساء التي تحتاج هذه الكلمة من ناحية المهارات من ناحية التدريب من ناحية التعليم من ناحية التربية فلنا شايفوا أن مركز شباب يتحاول إلى خدمات اجتماعية ورياضية وشبابية وتعليمية وتسقفية كل ده أمر عظيم جداً وإن شاء الله يعني تبقى مكرر في قرى مصر وإحنا كمان عايزين نعمل كده كمؤسسة رعي مصر إن شاء الله استغلال مراكز الشباب في المجتمعات المدنية للتسقيف والتدريب والتأهيل دي حاجة مهمة جداً وبناء الإنسان يعني زي ما سيد علي جمعة متبني هذا الأمر بناء الإنسان ليه دور مهم جداً يعني كما هناك بناء في الأوطان بناء الإنسان الحفل الذي انطلق تحت شعار من أجل بناء إنسان يحب الحياة شارك فيه عدد من مسؤول منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ويهدف لتعزيز سبل التدريب والتأهيل للشباب والفتيات في مركز شباب عثمان بمدينة السادس من أكتوبر ودعمهم على خلق وظائف وفرص عمل عملنا وحدة تدريب للخياطة كانت عبارة عن ست مكينات الحمد لله لما السيدات تعلمت اكتزى بوتاني بقى العدد بيزيد ماشاء الله زي ما حضرك شفت المجغل عدد المكينات فيه زاد والناس حاسد بأمل وانه فيه حاجة كويسة يقدروا يعملوها الحمد لله ورغم انهم فيه على خير ان شاء الله انا هنا في اول ما جيت كنت جاي عشان اتعلم الخياطة ما كنتش بعرف اعمل اي حاجة خالص بس الحمد لله دو وقت بعرف اعمل كل حاجة مفارش تيشرتات ترينجات لدرجة وصلت معي ان انا عملت ترينجات في بيتي لولادي مشروع التطوير المقام بمساكن عثمان يهدف لبناء الانسان وتنمية مهاراته بالاضافة لتعزيز المواهب الفنية واكتشاف المهارات لدى النشأ الصغير احمد الحسيني التلفزيون المصري